السلام عليكم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم قبل كل شيء تحية جدا جدا كبير للإعلام التونسي على هذه النزاهة وعلى هذه المهنية بنقل الحدث وتسليط الضوء على الحدث شكرا جزيلا أيها الإعلام التونسي حقيقة على تسليط الضوء وأيضا على هذه العدالة والمساواة والنزاهة في تسليط الضوء على قضية الشيخ أحمد سلمان إن شاء الله بهذا الفيديو سنصلط الضوء على آخر ردود على آخر الردود على الشيخ أحمد سلمان في هذا البرنامج سنتطرق إن شاء الله إلى رد الأخ الهادي الهادي القمري أو القمري حسب اللهجة التونسية هذا الشخص كان حاضر في برنامج باليمارة كان يناقش الشيخ أحمد سلمان وكما قالت له الأخت قالت له أنا شفتك تتخبط هذه الأخت قالت له نصا هذه العبارة لذلك هو قال أنا أستطيع أن أناظر وأستطيع أن أناقش وأستطيع أن أبين أن الشيخ أحمد سلمان على خطأ لكن كما يقول وكما يدعي أن برهان بسيس المقدم برنامج باليمارة هو الذي منعه لذلك سنتطرق إن شاء الله إلى النقاط التي كان يستطيع أن يسكت بهن الشيخ أحمد سلمان نستمع إلى هذه النقاط ونرجع بتعقيب عام وشامل إن شاء الله نحكي وعلى موقفك زيدا من عرض فيلم محمد رسول الله على قناة تلفزا تيفي كنت أنا لمت على برنامج باللمارة وقلت عليش في حضور الشيخ الشيعي ما جاي بش الشيخ من السنة بش يكون هناك فما مناظرة إذا بيه برهان بسيس يقول إنه فما الشيخ طلب منه إنه يكون حاضر وحتى مصري يظهر لي على ما يبدو يكون حاضر في باللمارة بش تكون هناك مناظرة ولكنه هو يخير إنه يكون الشيخ هذا التونسي يعني الفكرة هذه بش تتطبق في برنامج باللمارة معناها سيل هادي اللوم في محلو شوف اللوم في محلو أنا هونيك مشين أول مرة مش نقولها عبارة قاسي نتكلم مع برهان أنا برهان ما حبش يعمل بوليميك له حق الرد الرجل جاي من العراق أنا أقبل كل شي هو حبي يحطه تونسي تونسي أنا أستطيع أنه حاوله وأنه نظيره له على فكرة أنا شوفتك تتخبت هذه ما خلنيش بصراحة أو نقول لبرهان ما حبش أنه يتوسع رقعة النقاش إلى درجة أنه يكون النقاش عاد حبش يعطيه فرصة وهذا حقه ولكن أنا راني عندما أتحدث على الزيدية وإثنى حشرية والأيمام الباقر والأيمام زين العبدين وما فيهم والتاريخ الشيعة ومن وقت انصلخوا على سيدنا يعني علي بن أبي طالب ثم قتل سيدنا على أبي طالب ثم الحسن قتل ما شكوه قتله قتلته في بعض الروايات يقالوا أنه دس له السم شكول قالوا عمر هما ويسبوا في الصحابة ثم الحسين بعد ما أنه كانوا معاه ثم انقلبوا عليه ثم بعد ذلك أصبحوا معاه ثم بعد ذلك أصبحوا يتباكيون عليه هذه مثل أستطيعنا تحدث أنا لا أريده كما أنا أحبه سيدنا علي بن أبي طالب وأنا متشيع مبدئيا ومنطقيا وعقليا وإيمانيا مع سيدنا علي بن أبي طالب أنا أحبه أنا أحب الشسع النعلم بتاع سيدنا علي بن أبي طالب يريدني كل ذرة تحت قدم سيدنا علي بن أبي طالب لكن أحب سيدنا سيدنا عمر بن الخطة وأحب سيدنا أبو بكر الصديق الصادق الثاني اثنين إذ هما في الغار أنا أحب سيدنا الحسن والحسين والحب سيدنا معاوي ابن بسوفيان رضي الله عنه وارضه اللي هو كان يكتب الوحي أن نحب الصحابة التمية ماذا نحن نحب الذين تشيعتم إليه لماذا لا يتحدثون على حسن يخت الغالية مثلا أقول لك لأن حسن ما هواش واخو كان حسين حسين كان واخو واحدة من أصل فارسي سيد الحسين وهما من طلاقه من هكي الفارسية المرأة غذيكة جعلوها وتر مشدود ليتحدث وليتبهرجوا باسمها حسين بعدما أنهم أصبحوا يتباكون عنه ثم أصبحوا بعد ذلك يالعنون الصحابة لماذا أنتم تتحدثون هكذا ولا تتركوا للمجال بأن يعني هيدا كنا حبت تقولوا ما قلتو حبت تقولوا هو ما قلتو لأنه المرنامج اللي فهمته أنا بتريقة كي حبتش يقص المسألة خطره هو الدليل على هذا وعلى فكرة الأستاذ أحمد سلمان والشيخ فطول الشيخ راهوا أنا من هذا المنبر شاء الله تصلوا راهوا كثر كثير يا أستاذ أحمد راني نعرفوك رجل متمكن وما أتيت من الألم لأنت ولا أنا إلا قليل القليل فعلم يرحمك الله أن اللي دي جمره يعي القرآن كله وأني أحفظ من الأحاديث الكثير الكثير وأحفظ ما يقوله الإمام حسين وأحفظ ما يقوله الإمام علي بن أبي طالب وطلعته على جل ما كتبه وطلعته كثيرا على نهج بلغته وطلعته على سيرته وطلعته على ما كتب فيه يعني عندك خلفية دينية محترمة محترمة أنا بعض الشيء لكن سمحني سيلهيدي عليش ما طلبتش من برهان أنك تتناقش معاك ما تحب بنتي وبي أرياحية برهان قتلك راهو حبش يقص المسلة أنا عجبني برشا الشيخة تومي قال لي كلمة قال لي يا ولدي رايحنا نحبه الناس لكله ونحبه نتكلمه تحية لي تحية لي رجل العظيم بحليه كالرجل شوف محلان إحنا السنة نخطئ الغالية نحن السنة إذا نحبه الناس الكل نحبه الصحاب الكل عندهم ربما مش حاسبهم مش كون كنت بجيت حاسب في أنت لسيدنا أبو بكر الصديق تعرفش يقولوا على سيدنا أمر يخت الغالية أنت يقولوا أنه كسر ظلع السيدة فاطمة يقولوا على الأرض فدك خذاها أبو بكر الصديق لماذا؟ لأن هي أرض هي يا سيدي خذاها أبو بكر الصديق وعطاها اللغته وعليش أحنا نوصله لهون سيلهيدي يعنيش نحرقه الفتنة أحنا من أولنا من أهل السنة عليش اليوم نحبه نوليو كما لبنين معناه موضيع كما هذي سهل برجة مش أجابك كنا عن إستغنيوا عليها ما فمش عليش هم مش مش نساوي عمر بن الخطابة اللي دي الدكة كسر أنه شروان وعرشة حياكم الله من جديد هذه هي النقاط التي يريد أن يناقش الشيخ أحمد سلمان بهن بالله العلي العظيم بالله العلي العظيم أنت شخص موفق وأنت شخص خلينا نقول بالدارجة العراقية أمك هداعيت لك أنه ما ناقشت الشيخ أحمد سلمان بهذه النقاط التي طرحتنا على هذه الأخذ هذه نقاط جدا جدا وأنا أعتذر عفوا على هذه المفردة نقاط جدا تافه لا تليق بأن تصدر من شخص مثقف شخص شاعر يدعي بأنه عنده اطلاع جدا كبير على التاريخ الإسلامي بالله عليكم هذه هي النقاط التي التي دوانتهم وهو يتكلم بهن أول نقطة لاحظوا لاحظوا السطحية التي يتكلم بها والكذب والإفتراع على الشيعة يقول أن الشيعة تتهم الشيعة تتهم عمر هو الذي قتل الحسن أو قتل الحسين بالله عليكم بالله عليكم هل يوجد شخص شيعي قال أن عمر هو الذي قتله الإمام الحسن بالله عليكم متى مات عمر بن الخطاب ومتى مات الإمام الحسن عمر بن الخطاب مات قبل استشهاد الإمام الحسن عليه السلام فعن أي كذب تتكلم متى ظهر الشيع وقال أن الإمام الحسن الذي قتله واتهمه عمر بن الخطاب به إنما الشيع يقول أن السقيفة هي أصل مصائب أو المصائب التي حصلت على أهل البيت عليهم السلام هذه أول نقطة ثاني نقطة والكذب الثاني يقول أن الشيعة أو الشيعة هم الذين قتلوا الإمام الحسن عليه السلام والإجابة جدا واضحة هذا كذب وافتراء منك الشيعي هو المحب لأهل البيت عليهم السلام فعندما يأتي شخص شيعي ويدعي يحب أهل البيت عليهم السلام ومع ذلك يقتل أهل البيت عليهم السلام بالتأكيد العقل الإنساني السوي سيقول أن هذا الشخص ليس بشيعي وأن ادعى التشيع هذا الشخص ليس بشيعي ختاما يقول أنا أحب الإمام الحسن وأحب الإمام الحسين وأحب الصحابة جميعا وأحب معاوية وأحب الإمام علي عليه السلام أيها العقلاء الإمام علي عليه السلام حارب معاوية كيف يكون الشخص الذي حارب الشخص الآخر كيف أتبع الاثنين مع بعض الشخص يجب عليه أن يتخذ موقف شخص حارب شخص بالتأكيد أحدهم بالتأكيد أحدهم سيكون على حق نوصل هنا إلى ختام الفيديو وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة وبالتأكيد نكرر تحياتي إلى هذا الإعلام النزيح لإعلام التونسي على هذه النزاهة والمصداقية والمساواة والعدل بهذه القضية أو بهذه القضية قضية الشيخ أحمد سلمان انتظرونا بفيديوهات قادمة إلى ذلك الحين انتظرونا خادمكم ومحدثكم علي وفي أمان الله